أنا بشوف أنه الوينش وحجازي وجودهم في خطة فاع منتخب مصر بالتأكيد إضافة كبيرة جدا على مستوى الكواليتي بشوف أنه رمضان صبحي مثلا لما بيوصل أو لو وصل لمستوى إضافة كبيرة جدا لمنتخب لكن في النهاية كل ده حرص قديم هل شايفين أنه الدوري المصري في نسخته دي وده هدف أساسي من المسابقة يعني آه صحيح بنتنافس عشان فيه فريق يبقى بطل في النهاية وفيه لعيب يبقى هدف وفيه لعيب يبقى اسمه أفضل لعب لكن في النهاية أفضل حرص مرمى لكن في النهاية نهمني المسابقة دي اللي فيها 18 نادي فيها موسم طويل عريض ممتد كل نادي بلعب فيها 34 مباراة يطلع لي عناصر جديدة تكون إضافة للمنتخبات أوليمبي هل المنتخب لغاية الدوري لغاية النهاردة أحمد أفرز العناصر دي أو هل شفت أنه فيه لعيبة جديدة غير الأسماء اللي هم تعودين عليها تصلح للانضمام للمنتخب آه الدوري أصفر يعني شايف أنه أصفر عن أكثر من لعب لكن فيه لعبها ممكن تبقى كويسة لكن لا تستحقش على نظر من المنتخب وإيه ما باش عندها لا تستحملش الدغوطات بتاعة المباراة الدولية وكده لكن شوف أنه فيه اثنين لعبها مهمين جداً كانوا على الأقل محتاجين يأخذه فرصة كلوشا مساك أمبي شايف أنه هو لعب كويس جداً ومقدم مستوى كويس جداً من أول موسم وأحمد أمين أوفا برضو مهاجم أمبي شايف أنه كان محتاج فرصة طريقة لعبه شغال في أمبي بقى أنت لسه أقوله أنت محلل هداف أمبي خالص أنا شايف أن أوفا المهاجم يعني مميز مستيل ومختلف عن أغلب المهاجمين يعني هو شاب مصاب حمد لحد ما لكن هو بروفايل مختلف تماماً عن كل المهاجمين الموجودين في الدورة المصر بشوف أنه كان يستحق على الأقل الانضمام في يعني في معسكم المسكرات اللي فاتت أو يأخذ فرصة ويشوف ساعتها إذا كان هو يستحق أنه يكمل مع منتخب مصر أو لا وكلوشا مقدم مستوى مميز من بداية الموسم كلوشا مساك مدافع في أمبي وعوفا طبعاً عوفا راس حرب راس حرب صريح مهاجم محطة تسعة فمشوف الأتنين لعبة دولة بالنسبة لأنهما كانوا يعني يستحقوا يكونوا موجودين على الأقل في معسكر منتخب المصري أو يبقوا في المباراة الزائدة تشيبوتي وسريلون في مباراة سهلة نسبياً